محمد جعفر الصدر مرشح تحالف إنقاذ وطن لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة هو نجل محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية والمرجع والمفكر الديني الصدر حاصل على الماجستير في علم الاجتماع اختصاص علم المعرفة من الجامعة اللبنانية عام 2018 بعد أن حصل على البكالوريوس من ذات الجامعة عام 2011 بعلم الاجتماع كما حصل قبلها على شهادة في دراسات الدينية في النجف وقم عام 1995 وحتى 2007 وفي أول تعليق للصدر على ترشحه أعلن في تغريدة له اعتزازه بتمثيل التحالف الثلاثي إنقاذ الوطن بكل أطيافه للعمل على استعادة الدولة التي يطمح لها أبناء العراق تغريدة قراءها مراقبون على أن الصدر يمتلك خطة عمل ستحمل الكثير من المفاجآت للشارع العراقي حال اختياره رئيسا للحكومة المقبلة